أني يا سنوي مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أنا هقدر أني يا سنوي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم من قناة مدرستنا 3 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم حبايبي الطلاب الصف الثاني السنوي القسم العلمي والقسم الأدبي موعدنا مع الجبر مع الجبر يا مستر هناخد إيه في الجبر أني هناخد حاجة اسمها اللغة رتمات إيه اللغة رتمات ها يا مستر اللغة رتمات إيه موضوع اللغة رتمات يا مستر ده درس أول مرة نشوفه أول مرة نشوفه يلا بينا مع بعض يلا بينا يا مستر نشوف اللغة رتمات قال لي بقى يا مستر ده أنا كل شوية أسمح كده أقولك يا عم هي لغرة مات يعني إيه لغرة مات قال لي تعالى كده نشوف مع بعض إيه تعريف الدلة اللغراتمية وقصتها إيه بص يا سيدي بيقول لي إيه إذا كان ده أهم شرط خلي بالك من الحاجات دي مهمة أوي إنك تقرأ المفهوم كويس مهمة أوي هيفرق معك في الحل كتير يفرق كتير إيه وعتعدي المفهوم كده وخلاص بيقول لي إذا كان ألف ينتمي لحاه الموجبة مع دل واحد مركز؟ مركز ماشي فإن الدلة دال حيث من حه الموجبة لحه مجال ومجال مقابل انت فاكر معي الكلام حيث دال سين تساوي تكتب بالشكل ده دال للغراتمية لغراتم تقرأ كده لغراتم سين للأساس ألف تاني يا مستر لغراتم سين للأساس ألف بص عليها كويس عنده يبقى دال سين تساوي إيه لغ صح كده يبقى لغ لغراتم لغراتم سين للأساس ألف ماشي يا مستر تسمى بالدلة اللغراتمية تمام يبقى لما أقول لك صاب بتساوي اللغراتم سين للأساس ألف إزاي بقى نحولها النهاردة الأسس خلي بالك الدلة اللغراتمية هي صورة عكسية للدلة الأسسية يعني زي نحول اللغراتمات لأسس هو موضوعنا كله أحول اللغراتمي الأسس ده الموضوع بتاعنا اللي بص معي أولا عشان تحول الأسس الألف ده الأساس صح؟ واللي بره ده القس يبقى ألف قس صاب يساوي اللي جنب كلمة لو دي لج ده إيه الناتج بتاعك يبقى ألف قس صاب يساوي سين يبقى السين بتساوي ألف قس مين صاد أوعة تنسى الشكل بتاعك تمام حيث زي ما قلنا الألف ماله الأساس ها ينتمي الحاه الموجبة مع ده الواحد طب والسين الناتج ده السين ده بكام قال لي أنتمي الحاه الموجبة ياخد الواحد آه أي موجب تابعنا طب والساط تاخد كل حاه أي ناتج سالب موجب زي ما ياخد ماشي إذن من هنا بقى دلوقت هيطلب مني المجال لما يجي يطلب منك المجال ركز في الحتة اللي جاية دي هرجع حرك تاني الدل دال حيث دل سين تساوي اللغة رتمي سين للأساس ألف معرفة لجميع قيم سين وألف من يجي عبو الصوت سين وإيه وألف حيث السين مالها الله عليك أكبر من الصفر طب والألف قال لي حكتي موجب ولا يساوي الواحد يبقى ألف أكبر من الصفر أهي يا سيدي يبقى السين أكبر من الصفر والألف أكبر من الصفر وألف لا يساوي مين الواحد مستر يعني كده لو جات لي مسألة كتاب لي مثلا لوجه جنبه سالب استنى استنى لوجه جنبه سالب قال لي آه قال لي بصلا سيدي بقى هاي الملاحظة ملاحظات واحد لمعنى للحديث عن لغارتما عدد غير موجب ما تتكلمش عنه ده حاجة ملهاش معنى ينفع أتكلم في حاجة ملهاش معنى ما ينفعش مستر ايزا اقولك كده لغارتما سالب 5 ال 4 بكام تقولي لنا ملهاش معنى طب لغارتما سالب 6 لل 7 ملهاش معنى لغارتما 0 لل 7 برضه ملهاش معنى لازم يكون ايه موجب لا يساوي صفر ولا سالب ماشي طب والاساس اللي موجب مع عدل واحد اذا ما ينفعش حط لك في الاساس واحد ولا حط لك صفر ولا حط لك سالب اهو مستر الاساس الف يجب ان يكون عدد موجب يختلف عن الواحد الصحيح ويترتب على ذلك ان كل من لج كم تحت سالب 4 او الصفر او الواحد لا معنى له مش عايز بقى واحد يقولي يا مستر انا فيه مسألة وفتقصادي لغارت مسين للاساس سالب 2 بكام ما اتفقنا بقى ما ينفعش ما تتكلمش في كلام ما ينفعش ماشي يا مستر خلي بالك ما من اللي جاية دي اللغارت من المعتاد مش انت خدت وانت صغير لما اقولك سين معنى السين دي القص بتاعها واحد اه بس ما اكتبوش قال لي مصبوط نفس الكلام في اللغارتنات الاساس عشرة لا يكتب اسمه اساس معتاد يبقى اللغارت من المعتاد هو اللي اساسه عشرة اذا لما اقولك كده لغارتما اربعة للاساس عشرة اعمله ازاي قال لي اكتب مرة واحدة لوجة 4 واسكت لوجة 4 طفن الاساس بواحد لا مش بواحد بعشرة بقى هنا مش زي القصص هنا عمانها كام عشرة تحت ماشي يا مستر طب يلا يا سيدي التمثيل البياني للدل اللغارت مية تعال كده نشوف مع بعض التمثيل البياني ايه موضوع بقى التمثيل البياني يا مستر بس يا سيدي معاي زي ما قلنا قال لي عندي حالتين يا اما الف اكبر من واحد الاساس يكون اكبر من واحد يا اما الالف يكون سامعك بتتكلم غلط اصغر من واحد يعني دخل في السوالب قال لي لي يا مستر محصور بين صفر وواحد اه كسر كسر موجب نص ربع خمس وهكذا مظبوط يا اما الاف محصور بين صفر وواحد اكبر من صفر واصغر من واحد حاجات دي مهمة احنا خدنا قبل كده تمثيل الدلة القصية اللغرتمية الدلة العكسية بتاعتها بقى هتتعاكس اه هي يا سيدي اه يا مستر قال لي اولا لما اقول لك لغرتم سين للأساس الف امثلها ازاي لو كان الالف ده اكبر من واحد تمثلها يبقى كده تبقى دلة تزايدية واهم خطوة عندي لازم تمر بالنقطة واحد وصفر هناك كان بتمر بصفر وواحد فاكر اه دي عكسها تمر بالنقطة كام واحد وصفر اي دلة لغرتمية على الصورة العامة تمر بالنقطة واحد وصفر ولما يكون الاف اكبر من واحد يبقى الدلة تزايدية امان لو كان محصور بين صفر وواحد هتبقى الدلة تناقصية وتمر بالنقطة كام واحد وصفر اوعى تنسى وزي ما قلنا المجال سين تنتمي لايه اه اكبر من صفر موجب يعني استحالة المنحنة يجي الناحية دي خالص لازم يجي الناحية دي الا اذا حصل ازاحات ده حاجة تانية الصورة العامة كده في الصورة دي يبقى لازم المنحنة من هنا يقرب من محور الصاد لكن ما يلمسوش هنا وهنا عمل بقى ازاحة ممكن يجي الناحية دي ماشي لكن في العادي خلاص المجال من صفر الى مالة نهاية مفتوحية ماشي يا مستر قال لي اتفقنا جماعة احنا قلنا ان الدلة اللغرتمية هي الدلة العكسية للدلة القرسية افتكر الكلام ده كويس قلنا اي دلة والدلة العكسية متمثلين حول المستقيم صاد يسوي سين صح قال لي صح يا مستر اهو يا سين لو دل سين تسوي الف قص سين والدلة العكسية دل سلب واحد السين تسوي اللغرتم السين للأساس الف قال لي اذا الشكل يبقى كده اهو ادي رسم الدلة القصية ادي الدلة القصية اهو تمر بالنقطة كام احنا قلنا صفر وواحد شكلها عامل كده الدلة اللغرتمية اهي الناحية التانية لما يكون الف اكبر من واحد هتمر بالنقطة كام واحد وصفر هلاقي اللي اتنين متمثلين حول المستقيم مين صادي يسوي سين اوعة تنسى الكلام ده مهم اول حتة دي قدل قصية قدل لغرتمية دلة العكسية لها ماذا وخلي بالك القصية تمر بكام بصفر وواحد يبقى على طول لغرتمية تمر بكام الكام عندي قال لي اه دلة عكسية يبقى واحد وصفر يبقى لو صفر وواحد واحد وصفر واحد واثنين يبقى اتنين وواحد وهكذا مهمة جدا في الاسئلة اللي جاية ان شاء الله يلا معي وليت قال لي السؤال مع بعض بعد خواص الدلة اللغرتمية ده السين تساوي لغرتم السين للأساس ألف تمام اولا قلنا المجال بتاعك ههي المجابة اوعة تنسى ماشي يا مستر مدى الدلة اللغرتمية يبقى حا اللي هي الصورة العامة تمام الدلة اللغرتمية التزايدية قلناها عندما الألف أكبر من واحد وتنقصية لما ألف محصول بين صفر وإيه وواحد جميع منحنايات الدول اللغرتمية لأي أساس موجب لا يساوي الواحد تمر بالنقطة واحد وصفر قلنا الكلام ده كله خلاص الدلة اللغرتمية هي دلة أحادية مهمة او دي لو عملت خط أفقي هيقطع مرة واحدة تمام اي ان اللغرتم السين للأساس ألف يساوي لغرتم صاد للأساس ألف يبقى اللي يحصل يبقى لازم سين تساوي صاد يا مستر تمام مثال أول حاجة يقول لي حول بقى ها هنا بقى عايز يرسل يقول لي إذا كان منحنات دلة دال دال سين تساوي لغرتم السين للأساس ألف دي بتمر أو بيمر بالنقطة واحد تمامين واربعة اوجد قيمة ألف أدي واحد ثم ارسم منحنات دال دال متخذا سين تنتمي للفترة المغلقة من تسع لتسعة ومن الرسم اوجد واحد هاتلي استنتج المجال والمدى والاضطراط ونقطة تقاطع المنحنى مع محور السينات ثم اوجد قيمة تقريبية للعدد لغرتم خمسة للأساس ثلاثة خلي بالك هنا هو بيديك كده ايه يعني حتة من الحل كم ثلاثة يبقى مستر حس إن ألف هيطلع بثلاثة احساس تعال نشوف نشوف مع بعض مستر انت قلت الدلة تمر بالنقطة كم وكام واحد وتمانين واربعة بالنقطة واحد وتمانين واربعة يبقى عوض السين بكام واحد وتمانين وده السين بره بكام باربعة هقوله كده يبقى أربعة بتسوي لغرتم واحد وتمانين لأساس ألف مش إحنا قلنا لما جاء حول ده إلى صورة قصية بنقول ده الأساس وده القص وده الناتج ايه وعا تنسى الترتيب ده تاني ادي أساس ادي قص ادي ناتج يا مستر يبقى ألف قصة أربعة بتسوي واحد وتمانين مستر يعني دي تلتة قصة أربعة آه هخلق جماعة نحول دي إلى تلتة قصة أربعة القص يسوي القص يبقى الأساس يسوي الأساس يبقى الألف هيسوي تلاتة وخلي بالك موجب ماينفعش أقول موجب وسالب مع أن القص زوجي آه بس الألف لازم يكون ايه موجب يا مستر ألف بتلاتة خلاص إذن الشكل بتاعي ده السين تسوي اللغارات مسين للأساس تلاتة ارسم بقى ارسم ازاي قال لي نعمل جدول ايه اعمل جدول اهو انت قلتلي سين تنتامل تسعة وتسعة لما تيجي تختار أرقامك اختارها تقبل مع التلاتة يعني أخد تلت وواحد وتلاتة وتسعة وانت ماشي مستر هقول تسعة وتلت وواحد وتلاتة وتسعة ماينفعش صفر اه احنا قلنا موجب اوعى تقول صفر ماشي يا مستر ممكن اعملها بالآلة ممكن امسك الآلة هتلاقي فيه زرار اسمه كده لج ومكتوب عندك كده علامة للأساس وللأيه هلناتك موجودين لو قلت كده لج تسعة للتلاتة يديك سلب 2 لج تسعة للتلاتة في الآلة هيدديك سلب 2 لج تلت للتلاتة يديك سلب 1 لج واحد للتلاتة اللي يدينا صفر لج تلاتة للتلاتة يدينا واحد تتاقص واحد بتلات لوج تسعة للتلاتة يدينا اتنين ادي جدوالي ابدأ حط النقط بتاعتك اهي النقط يا مستر 9 وسالب 2 اهي يا مستر 9 وسالب 2 يبقى هنا ثم 3 وسالب 1 كل ما تقاربه 3 وسالب 1 ثم 1 0 ده اهم حاجة عندي 1 وصفر يمر بالنقطة 1 وصفر اهي ثم 3 و 1 اهي يا مستر 3 و 1 يبقى هنا ثم 9 و 2 9 و 3 يبقى هنا وصل المنحنة بتاعك هيمر بقى دي نقطة اثنين ثلاثة اربعة خمسة وصل بيه ادي شكل ملحان المجال قلنا المجال سين فين قال لي ها حايل مجابة في الفترة المفتوحة من صفر الى ما لا نهاية ماشي يا مصر المجال حايل مجابة تمام طب ولمدى قلنا المدى حا صب بتاعتها كلها حا طيب وقلنا الدلة دي تزايدية على مجالها حايل مجابة طب بعد كده بقى قلنا نقطة التقاطع مع محور السينات بيقطع فين عند النقطة واحد وصفر طب عايز لوجة خمسة بقى للأساس ثلاثة قال لي يا مستر ما دي المنحنة بتاعت لوجة ثلاثة هنقف عند السين بخمسة اهي السين بخمسة امشي كده ووصل اللي يجي بين الواحد واثنين هقول له تقريبا واحد ونص مستر مش بالزبط مش مهم هل قلت له تقريبا ممكن واحد وثمان عشرة حسب اللي عنده تمام يا مستر اللي بعده بيقول لي هنا ايه استخدم منحنة دالة دال دالسين بيتساوي لغرية مسين للنص لتمثيل كل من الدوار المعرفة بالقواعد الاتية ومن الرسم حدد المجال والمدى والالتراض كل دالة مش اقولهم دول بقى خلاص اول دالة بص بقى هنا بقى الازاحات انا عارف الدالة الاصلية نعمل لها ازاحة في محور السين ازاحة في محور الصد وهكذا هنا بيقول لي ايه ريح سين تساوي لغرية مسين للنص زائد اثنين خلي بالك الاثنين دي بتاعت صاد ما عمدش قوس لكن بص بقى هنا ها قاف سين تساوي لغاريتم سين زائد واحد للنص كده ازاحة في سين يبقى ده ازاحة في صاد ازاحة في صاد يبقى السين في قوس من غير قوس يبقى ده الصاد يبقى عمل ازاحة قد ايه وحدتين في اتجاه هواء وصاد الموجبة طب وهنا عمل ازاحة واحدة واحدة في اتجاه هواء وصاد الموجبة طب وهنا عمل ازاحة واحدة في اتجاه هواء وصاد الموجبة طب وهنا عمل انعكاس بقى سالب لغاريتم السين للنص هيعمل لها انعكاس تشوف معي واحدة واحدة كده هو هقولي يا مستر أول دلة ها ماشي يا سيد هنعمل ايه ازاحة وحدتين في اتجاه مين ووساد المجبر اه يا مستر هدي الدلة هي منحنة الدلة ريه هو نفس منحنة الدلة ديال بازاحة رأسية قدرها اتنين وحدة في اتجاه ووساد المجبر تمام المنحنة هو هنعمله ازاحة الاعلى بدل ما كان بيمر بكام بواحد وصف هيطلع خطوة تانية هيمر باتنين وواحد اه يا مستر هيطلع عندي مين اللي اتنين والواحد اه يا مستر طلع فوق عملت له ازاحة ازاحة قد ايه قال يا مستر وحدتين ده طلع لفوق قد واحد قد اتنين مصبوط قال يا مستر وصل لمين وصل للنقطة واحد واثنين قال لي واحد واثنين هو هنا كان عنده واحد وصفر واحد وصفر الواحد ثابت من يتغير معي الصاد زودنا على الصفر اتنين بقت واحد واثنين يبقى يمر بالنقطة كم وكم واحد واثنين هيا مستر تاني مع بعض هاي بص كده ادي المنحنة بتاعك اهو ادي المنحنة شايفو زقنا الفوق او ازاحة طلع لفوق وحدتين واحد اثنين صح كده بدل مكان قصاد السفر قصاد مين اللي اثنين تمام خلاص بقى هنا المجال قلنا المجال من سفر المالة نهاية مزبوط المدى نفس الكلام حق خلاص بقى قلنا تناقصيا اهي مستر بتنقص من سفر المالة نهاية طب تاني واحدة قال لي ازاحة بقى في محور السين ايا سيد اقول له كده هو مثل دي الاصلية هاي دي دلت بتاعتك ايهله حصل لها بقى قال لي مستر هو مثل منحنة الدلت بطائعه بازاحة قفقية قدراها وحدة وحدة فياتجاه واو أسين شرطة يبقى انا هزوءه هوا يعbike له ازاحة كده كلام واحدة واحدة هو واقف عند 1 وص مظبوط يا مستر عملت له الإزاحة بتاعته قدي الشكل بتاعته طب يلا يا سيد هنا المجال بقى اختلف بدل من صفر المالة نهاية بإمينين من سالب واحد مفتوح لمالة نهاية جت ناحية السوالب آه في الإزاحات لكن في الأصلية لا تمام المدى هو هو خلاص وتناقصية خلاص نفس المجال اللي بعدها انعكاس قال يا مستر لو في انعكاس بقى قدي الدلة بتاعتك اهي هنا في سالب يبقى انعكاس في محور السناب قدي شكل الدلة هعكسه هقلبه كده هيتقلب ده ينزل تحت ده يطلع فين فوق اهي يا مستر بالمنظر ده بص كده معايا اهو بص اتقلب اهو اتقلب طلع لفوق بس خلي بالك هيمر عند نفس النقطة واحد وصفر مشترك انا عملت انعكاس في محور السين اي نقطة على السين ثابت وتتغيرش يبقى الجمع المحادي تاكمله يمر بالنقطة واحد وصفر مظبوط نفس النقطة المجال هو هو المدى وهكذا نشوف اللي بعد تعال كده مع بعض نحول طبعا ملاحظة خلاص عرفنا دية اذا نحول لصورة قصية قلنا اساس قص ناتج اساس قص ناتج ايه واحد تنسى الكلام ده ماشي اذا لما اقول لك لغة رتم تمانية للأساس اتنين بيساوي ثلاثة حولها القص تقول لي ايه اتنين قص ثلاثة بيساوي تمانية اهو اتنين قص ثلاثة يساوي تمانية يا مستر مظبوط سيب يلا معي بسرعة كده عايزك بقى انت سريع تقول لي دي بيقول لي هنا ايه حول اهو عبر بصورة قصية يلا يا سيدي راب سمعك ايه يا مستر فين الاساس اوعة ازعل منك ما انا قلت لك مفيش بكاب مظبوط عشر يا مستر يبقى عشر قص ثلاثة باتنين بتسوي واحد من مية ايوة كده اهي يا مستر عشر قص ثلاثة باتنين بتسوي واحد من مية طب العكس هتديك قص ده شكل قصية هاي وعايز احولها الى لغة مية هاي ده اللي قصية متين تلاتة واربعين بتسوي جزر تلاتة قص عشر حول هاي لغة رتما اقول له خلاص لوج ماشي الناتج يتحط جنب كلمة لوج متين تلاتة واربعين الاساس تحت وبره يسوي عشر اهي يا مستر يبقى لغة رتما متين تلاتة واربعين لجزر تلاتة بيسوي عشرة اللي بعده المجال قلنا المجال خلي بالك من مكان السين الناتج والاساس السين موجبة الالف موجب ولا يسوي الواحد اذا لما جيب لك الدلة كده وقول لك هتلي مجالها يعني القيم المسموح بيها قال للسين تاخد الموجب يعني اكبر من الصفر اعمل كده تلاتة حاجات واحد اتنين تلاتة واحد السين اكبر من الصفر تمام اتنين سين لقص واحد اكبر من الصفر تمام تلاتة سين لقص واحد لا يسوي الواحد واع تنساهم موهمين جدا في الامتحاب السؤال جاي جاي هات المجال بالشكل ده يلا صين أ全ع من صفري يعني من صفري للمالى نهاية حود الواحد الناحية التانية بمعكوثة الجامع يبقى الصين أ全ع من واحد يبقى من واحد لمالى نهاية وهنا ود الواحد الناحية التانية بمعكوثة الجامع أو اشuds مخالف يبقى الصين لا تساوي الانئين اهو يا مصدر دول مع بعض الكلام ده كله تمام قال يا مصدر بقى هنا عندما أقول علمك ما هي معي بسرعة sini عندما أقول هؤلاء هؤلاء خط الأعداد لدي في صفر يبقى أنا عندي كده هقوله المجال بتاعي المجال تمام يلا يا سيدي هقوله كده يبقى المجال عبارة عن إيه الفترة من واحد إلى مالة نهاية بس معادة مين اللي اتنين آخر مثال ده هقوله معاك وإحنا قاعدين مع بعض اوجد مجموعة الحل خليك معايا بسرعة كده بص هنا بيقول لي إيه آخر تمرين بيقول لي لغارة من سبعة سين للأساس سين بتسوي اتنين اوجد مجموعة الحل للمعادلة هقوله حاضر هحولها الأسس أنا عارف أن الأساس سين واللي برا الأسس يبقى سين قص 2 بتسوي سبعة سين سين قص 2 بتسوي 7 سين تمام خليها معادلة صفرية هندخل السبعة سين جوه بايه بعكس الإجراء أو معكسها الجامع يبقى سين تربيع ناقص 7 سين يسوي صفر معادلة يا مستر هناخد السين عامل مشترك ونفتح قوس أوه يا مستر خدنا السين مشترك فتحنا قوس هيتبقى سين ناقص 7 بتسوي صفر يا إما السين بصفر يعني ما السين بسبعة طيب يرجع معايا تاني كده ينفع الأساس يكون بصفر قال لي لا يعني تامل حه الموجبة مع عدن واحد إذن الصفر مرفوض ينفع السين تكون بسبعة قال لي آه إذن مجموعة الحل يا مستر هقول له سبعة يبقى ده لا يحقق مرفوض لكن ده يحقق هقول له كام سبعة تمرين تاني بيقول لي هنا ايه اوجد في حه مجموعة حل المعادلة الآتية ده آخر تمرين مع بعض يا الله جماعة بيقول لي اوجد مجموعة الحل في حه تمرين جميل قوي نختم به حلو قوي بيقول لي ايه لغاريتم أساس ثلاثة للغاريتم أساس اثنين لسين تربيع مقسي اثنين سين يساوي واحد اوجد سين ايه ده يا مستمر فانت جايب لي كذا لغاريتم قال لي آه ابدأ باللي هو في الأول خالص حوله الصورة قصية هقول له ايه تلاتة قص واحد بيساوي الناتج اللي هو لغاريتم سين تربيع مقسي اثنين سين للأساس اثنين صح يبقى لج سين تربيع مقسي اثنين سين للتنين بيساوي تلاتة قص واحد على تلاتة وارجع تاني حول اللج الى صورة قصية تاني يعني هقول له ايه هقول له كده سين تربيع مقسي اثنين سين بتساوي اثنين قص ثلاثة يعني تمانية يا مستر قال لي مظبوط بقي مقدار ثلاثي دخل التمانية جوا بعكس الإشارة يبقى سين تربع نقز 2 سين نقص 8 بتساوي 0 حل المقدار ثلاثي هنفتح قصين سين و سين كم في كم بتمانية والفرق بينهم 2 قال 2 ف 4 اللي 4 تاخد السالب زي النص وسالب في سالب بموجب فيطلع سين نقص 4 وسين زايد 2 يا اما السين تاخد 4 يا اما السين تاخد سالب 2 تمام يا مستر انت قلت السالب 2 مرفوض لا ما قلتش كده والله ما قلت كده يعني السالب 2 مش مرفوض ايه أنا قلت لك إيه؟ الأول ما عوض لو إداك سالب مرفوض ما إداكش سالب طلع موجب يبقى معايا طب يبقى هنا يا جماعة السين بسالب اتنين لو عوضت بسالب اتنين قال لي هنا سالب اتنين تربيع باربعة زائد اربعة يديك تمانية إذن الاتنين ينفعوا يبقى السين باربعة تنفع والسالب اتنين تنفع كده خلصنا آخر المثال لسه يا مصر فاضي المثال على فين؟ على اللايت بورد حبيبي كده مع بعض ما تيجي نشوف تمرين تاني على اللغارة مات نشوف تمرين على اللغارة مات قال لي بص التمرين الجميل قوي ده تمرين ايه موضوع التمرين ده؟ بيقول لي اوجد في حط مجموعة الحل جايبني المعادلة ايه؟ بيقول لي لغارة سين للأساس اتنين الكل تربيع مقص خمسة لغارة سين للأساس اتنين يساوي ستة عايزة حل المعادلة دي هقول له حاضر عشان نحل المعادلة دي نجيبها قلم تاني كده ونشوف مع بعض الحل كده بص معي الحل اولا انا قلتلك قبل كده وعلمتك اي قص تربيع ومن غير تربيع تحليل سلاسي يعني لازم اخلي المعادلة سفرية لازم اخليها سفرية يا مستر تمت يلا يا ريس هقول له ايه؟ هقول له لغارة سين للأساس اتنين الكل تربيع ناقص خمسة لغارة سين للأساس اتنين ناقص ستة بتساوي صفر يا مستر تمام طب بعد كده يا مستر قال لي ده مقدر سلاسي يتحلل نفتح قصين مع بعض قال لي قصين قد القص الاولاني وقد القص التاني وقل له يساوي صفر قال لي مزبوط يلا لغارة سين للأساس اتنين في لغارة سين للأساس اتنين كم في كم بستة والفرق بينهم خمسة قال لي عارفها دي يا مستر قال لي الستة في واحد بستة وطرحوهم يدينا خمسة الكبير زي النص سالب وسالب في سالب يدينا موجب يا إما لغارة سين للأتنين يساوي ستة يا إما لغارة سين للأتنين هيساوي سالب واحد تمام مستر من تعريف القصص هنحول اللغارة إلى قصص ده الأساس وده القصص وده الناتج يبقى السين بتساوي اتنين قص ستة يعني السين باربعة وستين ادي اول قيمة يا مستر تنفع تحقق تحقق هتنحي التانية هنا حولها الأسس هقوله يبقى السين بتساوي اتنين قص سالب واحد يعني السين بتساوي نص يا مستر ينفع قال لي تحقق ينفع هنا يكون ايه نص ينفع قلنا هنا ينتمي الحاه الموجابة ودول موجب معايا إذن مجموعة الحل يا مستر بتساوي ايه قال لي بعد إذنك غير القلم أهو يا سيدة فط هقوله كده 64 ونص يا مستر سؤالنا خلص نرجع تاني يلا بنا نرجع تاني حبيبي وبعد ما رجعنا من اللايت بورد وشوفنا آخر تمرين كان تمرين جميل قوي كان جميل قوي يا مستر أتمنى في النهاية لكل حبيبي النجاح والتوفيق أنا متطمن عليك ما تخذش أنا عارف هتحل كويس جدا إن شاء الله انت فهمت الدرس كويس بس تطبع عليه في النهاية طبعا بشكر جميع القائمين على هذا العمل كان معكم أشرف طلعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تانية سنوية مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أنا هقدر تانية سنوية